خليني اروح مع حضراتكم احنا في مصر الحمد لله الحمد لله تم اغلاق 15 سجن في مصر منهم سجن تورا اللي تأسس وانشئ سنة 1886 تم انشاء سجن واد النترون او مجمع للتأهيل والاصلاح في واد النترون وتم اغلاق مكانه 12 سجن اهو تشوفوا اليمان تورا اتعامل سنة كام اهو قدام حضراتكم 1886 تم اغلاق السجون القديمة كلها لان غير متبقى المواصفات لا فيها تهوية ولا فيها قوض واسعة ولا فيها زنزانات واسعة ولا غيره اغلاقنا 15 سجن وعملنا سجن واد النترون او مجمع واد النترون ويوم الخميس تم افتاح مجمع بدر للسجون بديل لتلات سجون يبقى عندي 15 اتناشر اغلقوا وتعامل مكانهم مركز واد النترون وثلاثة اغلقوا وتعامل مكانهم مجمع بدر اعتقد انه المباني والحجرات والعلاج الطبي والتوعوي والثقافي والفكري والتأهيلي والدمج والتأهيل احنا شفناها يوم الخميس كنا موجودين في هذا المكان اعتقد انه بيضاهي بيضاهي افضل دول العالم الانه الانسان حتى بياخد عقوبة لا ينفي عنه انسانيته لازم يعيش اه بيمضي عقوبة مش بارفاهه يعني مش رفاهية بيمضي عقوبة لانه اخطأ لكن برضه هو انسان من حقه يعيش يأكل يتعالج من حقه يبقى هو مقيد وهذا يكفي هو بين اربع حيطان وهذا يكفي مقيد الحرية وهذا يكفي الدولة المصرية خلال يوم الخميس اللي فات شفنا افتتاح هذا الصرح الجديد للتأهيل والاصلاح والدمج وكان معالي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وتفقد ومجموعة من الوزراء وزير العدل معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير التضامن الاجتماعي ورئيس البرلمان العربي ومجموعة من الصفراء والناس المهتمين بحقوق الانسان ومجموعة من الاعلاميين والحقيقة كان المشهد مهيب لانه بيؤكد انه مصر ماشى في الطريق الصحيح والطريق السليم ولابد بس انبه الناس يقولك انتوا بتعملوا سجون جديدة انتوا عاملين سجون في وضع النطرون وفي بدر جديدة عشان تسجنوا الناس لا احنا قفلنا 15 سجن لا يصلحوا حاولنا نعمل فيهم لكن في النهاية صدر القرار لان الجمهورية الجديدة لابد ان يكون فيه حقوق انسان بجد سواء في السجون في المعاقيم في غيره فده كان ضمن ما جرى يوم الخميس المنصر